اهلا فيكم برج العقرب رح نشوف شوية توقعاتك العاصفية من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر شهر القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج العقرب ممكن تحس ان بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون قريبة من طاقتك او مشابهة لطاقتك طبعا نتلقي ما نخد من الفيديو او خد من القراءة اشياء اللي بتحس انه ممكن تستفيد منه وترك الاشياء اللي بتحسها سلبية لانه قراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع فاخد ممكن يكون فيه بالفيديو رسالة او اشي معين ممكن تستفيد منهم فاخد من القراءة فقط الاشي اللي بتفيدك واترك الباقي رح نبلش بطاقتك اول بعدين رح نجب طاقة الحديب طاقة الشريك خطواتك في المستقبل وخطوات الشريك ايضا في المستقبل ومصير العلاقة بينكم كيف ممكن تنتهي العلاقة بينكم يعني التطورات بينكم بعدين رح نشوف اذا فيه اي اشي بحتاج الى التوضيح رح نسحب كروت توضيحية لحتى نوضح الاشي طيب بنبلش اول اشي بكروت النصيحة اللي اجتك يا برج العقرب اغلبية الافراج عم تجي لها تقريبا نفس الرسائل انه ركز على الاشياء اللي بتحبها اذا فيه عندك هوايات ابتعدت عنها ركز على هاي الاشياء اكتر بهالشهر اذا فيه عندك جروح من الماضي او مريت بيه علاقات فاشلة او علاقات ما نجحت مع اشخاص الشي اللي ممكن يساعدك هو الاشي اللي انت عم تبعد عنه حاليا اللي هو لايت انرجي او لوف بالصح الشي اللي انت خايف منه حاليا وعم تبعد عنه هو الاشي اللي ممكن يساعدك لانه انت انت حاليا عم تراجع اختياراتك عم تراجع قراراتك عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بالتفكير ولكن لسه عالق في نفس المطرح يعني لسه عم تفكر في نفس المطرح خلص فكرت بالموضوع وصلت الى استنتاج صار هلأ الوقت انك تاخذ قرار او تاخذ الخطوة او الخطوة القادمة فقط خلي الاختيارات او القرارات اللي بتختارها تكون بالفعل صادقة للاشي اللي انت بتريدها ايضا بدك تحاول تخلي تفكيرك ايجابي اكتر شوي لانه في اشيه كنت عم تشتغل عليها انت بهدوء او بسرية في اشيه انت كنت عم تسويها خلف الكواليس و هلأ صار الوقت انه في اشخاص بحياتك حاليا عم تركز عليك او عم تلاحظك بمعنى انه بالفترة القادمة ممكن تمر بي او ممكن رح يجيك عروض حب من اشخاص معينة في ركود نيشن رح يصير في حدا رح يفتح عينه عليك بالاصح لانه يعني انت برج العقرب ما بتحب انت مش برج الناري يعني طاقتك مش دائما لبره بتظهر دائما بتحب تكون كتوم تخلي كل اشي في داخلك تحل حساباتك في داخلك ولكن في اشخاص حاليا ممكن شخص او ممكن حتى عدة اشخاص عم تركز عليك او فتحت عيونها عليك او في حدا حاليا عندك ممكن معجبين حاليا قام يحاولوا انهم يتقربوا منك يا برج العقرب طب هاي كانت بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك كل حاليا برج العقرب عم تمر بفترة لانك عم تفكر كتير عم تعيد بحسابات عم تمر بفترة التشويش عم تحس حالك مربوط عم تحس حالك مربوط ومقيد بين اختيارين او بين شيئين في عندك شخصين او في عندك شخص والعمل عم تحس انه انت مربوط ممكن العاطفة عندك صعب انك توفقها مع العمل او في جهة بتأثر على الجهة الاخرى العاطفة بتأثر على عملك على جوانب حياتك الاخرى وجوانب حياتك الاخرى والعمل بيأثر على الحياة العاطفية عندك يا برج العقرب وانت عم تمر حاليا بفترة التشويش عم تحس انك مسجون في السجن عقلي في داخل نفسك ممكن يكون في عندك فكرة او يكون في عندك شيء او يكون في عندك امنية او اختيار ولحد هلأ صعب عليك انك تحققه او صعب عليك انك تاخد القرار ليسه عم تفكر وتعيد وتزيد التفكير عم تحاول توفق بين شيئين بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم شوف انه في عندك ممكن يكون حبيب جديد او ممكن يكون اكس او حبيب قديم في شخص بحياتك حاليا بده يقدم لك عرض حب او في عنده عرض حب صغير بده يقدمه لك الشخص اللي انت عم تتعامل معه عم يدرس كتير عرض الحب اللي بده يقدمه لك ممكن يكون ايضا في بينكم فرق بالسن ممكن تكون انت اكبر من هالشخص او ممكن تكون عقليا انضج من هالشخص الشخص اللي انت عم تتعامل معه بيحب يركز على التفاصيل الصغيرة كتير يعني هو عرض الحب سبعه او ممكن هالشخص بده يحكي معك ولكن عم يدرس الكلمات او عم يدرس الطريقة اللي بده يحكي فيها معك لانه مع انه شخص مع انه في عنده عرض حب الى انه في ايضا عندك اوراق ترابية اوراق هوائية يعني هالشخص بيحب يدرس الحديث قبل ما يحكي فيه او يفكر او ينتقي كلماته قبل ما يفكر فيه وايضا بيحب يركز على التفاصيل الصغيرة انت ايضا يا برج العقرب بتركز على التفاصيل الصغيرة ولا ما كنت رح تكون بيها المطرح المطرح انك الا لو انك بتعيد وتزيد بتفكر كتير بتحلل كتير برج العقرب وتحليلك بيكون بينبع عن عاطفة او بينبع عن مشاعرك الداخلية فهالشخص ممكن انت طاقتك ايضا اثرت على هالشخص لانه عم شوف هو في عنده شوي نوع من التخوف انه ما بده يحكي اي اشي حي الله او يكون عرض عفوي او يقترب منك ويحكي معك بطريقة عفوية جدا لانه بيحس انه ممكن انت تحكم عليه ايضا لانه في بينكم بطاقة المشتركة بينكم معناته في بينكم حدا او طرف بيشوف العلاقة او بيشوف التواصل اللي بينكم على انه تنافسي شوي او بدك تطلع منتصر انت من هالتواصل وهو ايضا بده عم شوفك انت في وضعية انرجاتك يعني بطاقتك انت انت بوضعية الهجوم مع انك ممكن تكون مش عم تاخذ اي قرارات حاليا ولكن بطاقتك بعقليتك عم شوفك انت اللي اكتر او اكتر متحكم بمسار هالعلاقة وعم شوف الشخص الاخر عم يحاول فقط انه يحمي او انه يصد او انه يحافظ على مركزه بالعلاقة معك فعرض الحب اللي بده يقدمه للك او حتى اعتراف او بالحب عم يدرسوا هالشخص كتير منيح بالنسبة لخطواتك في المستقبل ورج العقرب عم تمر بخيبة امل خيبة امل عاطفية عم تحس انه في اشي انت خسرته بعواطفك بمشاعرك انت حاليا كتير مشوش ممكن تكون عم تحس ايضا انك خسرت شخص فبالمستقبل عم شوفك دفاعي اكتر ولكن يعني كتير رح يكون وضعك بصراحة كتير متقلب لانه اذا بدك تشوف الاوراق اللي طلعت عندك بخطواتك بالمستقبل عندك الرضة النفسي وعندك او انت عم تاخد موقف وبدك تحافظ على موقفك وباني سور حولك او يعني في عندك نقطة مش مستعد تتنازل عنها وايضا عندك خسارة عاطفية وعندك احساس بخيبة امل من الوضع العاطفي فرح تمر بتغيرات او بتقلبات في المزاج بالمستقبل رح تمر بتقلبات مزاج كتير عالية وكتير واطية يعني من فترة رح تحس تحس ب الرضة العاطفي احتيجي عليك فترة رح تحس بالرضة العاطفي وفجأة ممكن ينقل بالوضع تحس بخسارة عاطفية او تحس انك غير راضي نفسيا انه الورقتين هدول كتير مختلفات عن بعض ممكن ايضا الاشي اللي واقف بطريق ساعاتك العاطفية هو انه انت باني سور حولك او فيه او كتير عنيد بانك تثبت نقطتك ما فيه ليونة برج العقرب ما فيه عندك ليونة بالمستقبل عم شوف انه اذا فيه شريك او اذا فيه حبيب بالمستقبل او اذا تقدم للك عروض حب بدك تفكر انه الاشي اللي ممكن ما ينجح هالعلاقة من طرفك انت انه انت كتير دفاعي او كتير منغلق على حالك وما بتسمح لحده بيخوت على حياتك او على طاقتك بالنسبة لخطوات الحبيب المستقبلية الحبيب عم شوفه عم يفكر معك بالصراحة هو نظرته ايجابي اكثر من نظرتك يعني عم شوفه هو على الجانب الايجابي اكثر ممكن تكون عم تتعامل مع برج ناري برج مائي برج ترابي الى انه في عنده تفاعل اكثر بالعلاقة بينكم الضرف او الحبيب اللي عم تتعامل معه عم يطمح الى stability او عم او بده ارتباط بده التزام بده العلاقة من انه تكون casual الى انه يصير فيها نوع من الجدية او اذا العلاقة الجدية بده يرتقي الى خطوبه او زواج للبعض منكم ولكن هالكرت بيرمز الى انه هالشخص بالمستقبل عم يبحث الى استمرارية الى ثبات الى اشي جدي ايضا عنده the sun card ف من ناحية التواصل عم شوف انه هو صادق رح يكون صادق معك لانه فيه نوع من الانسنس فيه نوع من البراءة بها الكرت وفيه نوع من السعادة التفاقل بالوضع بينك وبينه فهالشخص عنده تفاقل بالوضع بينك وبينه بيحس ايضا انه هو على الجهة الروحانية مربوط فيك مقيد فيك وممكن ايضا انه هالشي عم يسبب له هو شوي توتر او شوي قلق لانه بيحس انه مربوط فيك لانه بيحس انه مربوط فيك ايضا ممكن هالشخص يكون منجذب للك بطريقة جسدية كتير عالية لانه the devil card عندك هون فهالشخص في عنده شغف او عنده عش اتجاهك او بيفكر فيك وانتو مش مع بعض هالشخص بيفكر فيك كتير وبيحس انه انت دائما بعقله فبيحس انه مربوط فيك روحانيا الى انه نظرته مش يعني ما عم شوفه انه هو ممكن هو بيسبب له الوضع قلق لانه بده ينتهي معك باشي اه باشي مستديم او اشي ملموس ممكن ايضا لانه في بينكم الطاقة المشتركة بالمستقبل the empress card the empress بتحكي اه عن empathy عن تعاطف مع الوضع ففي بينكم تعاطف مشترك مع الوضع بس ما في اي حركة سريعة بينكم او اي اي خطوات مباشرة حاليا امشوف انه انتو هو متحفظين اكتر على مشاعركم بالوقت الحالي بس هو مبين انه بيفكر فيك كتير ومه هو اللي منجذب اليك بطريقة جسدية كتير عالية وانت عم تحس انه مشغول بتفكيرك الداخلي فيه كتير اشيه بتحس فيها حاليا ام تحاول تراجعها تفكر فيها طيب بدنا نجوف بالمستقبل هالي رح يصير فيه خطوات اقتراب بينكم هالي رح يفكر فيك هالشخص ستواصل معك طيب في عندك في عندكم جدية بالعلاقة رح يكون ولكن في عندكم ايضا استرار بالعلاقة في اعتراف رح يصير هون لانه عندك شخص صادق هالشخص السورد هي بدلة الحكي او الكومينيكيشن فهالشخص او الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل فيها نوع من التواصل رح يصير يعني فيه تواصل رح يصير واغلبيت هالتواصل رح يكون فيه كشف عن الاسرار او كشف عن الخفايا لانه ذا مون كارد بيحكي عن الوجه الاخر الاشياء المخباية المشاعر اللي منحك فيها فأغلبية التواصل اللي بينكم رح يكون عن كشف لمشاعر سواء كان انت او سواء كان هو انت بتعرف وضعك فين من القراءة ف التواصل اللي بينكم رح يكون فيه كشف عن الاسرار ورح يؤدي الى انه انتوا رح تنظروا الى الوضع بطريقة جدية اكتر او التواصل بينكم العلاقة بينكم بطريقة جدية اكتر لانه فيه تواصل وغلبية التواصل مثل ما حكيت لك حيكون فيه اعتراف فممكن هالشخص يعترف لك بانه وده علاقة معك او ممكن انت تعترف لهالشخص بشو الاشياء اللي انت عم تحاول توفق بينها او ممكن انت تحكي له او لبعض منكم انه فيه عندك طرف اخر وفيه عندك مسئوليات اخرى فيه عندك انشغالات اخرى فيه تواصل صريح رح يصير بينكم في المستقبل اشتركوا في القناة